يقوم فريق مكون من عشرة أفراد بجمع قصصات ورق من مجموعة هائلة من الوثائق التي مزقتها الشرطة السرية استازي في ألمانيا الشرقية سابقا بعدما سقط جدار برلين عام 1989 تمضي باربارا بونش معظم أيامها في جمع قصصات ورق من مجموعة هائلة من الوثائق التي مزقتها الشرطة السرية استازي المرهوبة الجانب في ألمانيا الشرقية عندما سقط جدار برلين وبونيش عضو في فريق مؤلف من عشرة أشخاص يقومون بعناء بإعادة تشكيل تقارير المراقبة والرسائل الخاصة ووثائق السياسات العامة التي كانت تملكها وزارة الأمن الداخلية في ألمانيا الشرقية بعد سقوط النظام اقتحمت لجان المواطنين مكاتب استازي وصادرت ملايين الملفات والمستندات إضافة إلى 1600 مغلف من الوثائق الممزقة لاستخدامها في المستقبل وبعدما أصبحت ملفات استازي علنية في السنوات التي تلت إعادة توحيد ألمانيا بدايات التسعينيات في القرن الماضي كشف عن ألاف الجواسيس الذين عملوا لصالح هذا الجهاز الاستخباراتي وأدى هذا الأمر إلى اكتشاف الكثير من الألمان الشرقيين أن فردا من عائلتهم أو أحد أصدقائهم كانوا يراقبهم بصفته متعاون غير رسمي مع استازي